وخلونا دلوقتي مشاهدينا نروح للبورصة المصرية عشان نعرف أكتر على أداء المؤشرات الرئيسية خلال التعملات اليوم هنروح مباشرة مع حضراتكم للزميل مينة بشرة مراسل التلفزيون المصري مباشرة من داخل مقر البورصة ومساء الخير مينة وحبين نعرف منك آخر تطورات وأداء المؤشرات الرئيسية النهاردة وكمان القطاعات مساء الخير ميرفت عن مؤشرات البورصة المصرية كانت مستقرة داخل المنطقة الحمراء منذ مستهل التعاملات وحتى إغلاق جلسة اليوم ولكن نسبة التراجعات كانت مرتفعة خلال التعاملات الصباحية وتم إيقاف أو تعليق التداول لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز المؤشر الأوسع نطاقا لنسبة الخمسة بالمئة هبوطا ولكن مع مرور جلسة التداول حصل تقليص للخسائر الصباحية لكن مع استقرار جميع المؤشرات داخل المنطقة الحمراء تراجع المؤشرات اليوم كان نتيجة لقى الضغوط البيعية القوية من قبل المتعاملين العرب والأجانب والأفراد والأداء السلبي لمعظم الأسهم القيادية طالما بعد في البداية انتبع أداء المؤشرات من على الشاشة الرئيسية الموجودة داخل قاعة التداول هللا أن المؤشر الرئيسي مؤشر إيجي أكسسارتي اختتم تعاملات اليوم عند مستوى 10471 نقطة وده كان بنسبة التراجع وصلت لـ 63 من 100% أما بالنسبة للمؤشر الخاص بالأسهم الصغير والمتوسطة مؤشر إيجي أكسس 70 نسبة التراجع اليوم تجاوزت الـ 500 هبوطا ليصل المؤشر إلى مستوى 1820 نقطة أما بالنسبة للمؤشر الأوسع عن طاقة المؤشر إيجي أكس 100 تراجع بنسبة 3.72 من 100% ليسجل مستوى 2740 نقطة أما بالنسبة لفئات المتعاملين اليوم فنسبة استحواز المتعاملين المصريين سجلت 81% في مقابل 9% للعرب و10% للأجانب أما بالنسبة لأداء المؤسسات والأفراد فنسبة استحواز المؤسسات وصلت لـ 84% في مقابل استحواز الأفراد على 16% من إجمال التعاملات اليوم أخيرا بالنسبة لأداء الكتعات وأنشطها من حيث قيم وأحجام التداول والكتعات اللي كان عليها عملية بيعية وشرائية اليوم في المرتبة الأولى وكالمعتاد خلال الفترة الأخيرة بيتقدم المرتبة الأولى كتاع العقارات يليه كتاع الخدمات مالية غير مصرفية في المرتبة الثالثة كتاع أغذية ومشروبات رعاية صحية وأدوية في المرتبة الرابعة في المرتبة الخمسة كتاع البنوك دي كانت أبرز التفاصيل والأرقام المتعلقة بالجلسة التداول اليوم